هذه المصانع والورشات الخاصة بتصبير زيتون تتواجد بمنطقة الخروف 2 بمدينة سيك بدأت سلطة ولاية معسكر في تهديمها وهو ما دفع مصبر زيتون إلى الاحتجاج معتبرين القرارة إجحافاً في حقهم ما قد يهدمونها لمؤسسة هذه ما عدناش حنا ونروحه عدناش حرفة زيتون في سيك ما عدناش ونروحه رانا هنا 15 خدام رانا خدامة بصيفة قانونية بسوريين وقع رانا كم يقول لك حنا رانا تأكل غير على هذه الخدمة كي قادي حبسونا ونروحه هذه المنطقة يقول عنها المحتجون إنها شيدت من أموالهم الخاصة كما ساهموا في القضاء على البطالة على مستوى المنطقة رانا قضينا تقريباً على شوية شوماش في ضائر تعسيق حنا نتمنى من السلطات كافأنا والنيار هي شوية ناخصة ما هذا التهدام يفهمونا علش رانا يهدمو قولوا يسيقمونا الأرض ويعاونونا ويدلونا الطرق ويدلونا تريسينتي رانا نشوفوه في التهدام مصبر الزيتون بسيق يناشدون الوالي التدخل لحمل سلطات بلدية ودائرة سيق على العدول عن القرار لا سيم وأنهم مقدمون على حملة الجني نطلب منك سيد الوالي تسوينا الوضعية تعنا إن العقود عننا عقود في الحياة المتر تحت 500 متر 700 متر الموسم تحت جني الزيتون ها هو من ربع أكتوبر إن شاء الله كما الناس الفلاحة قالوا لهم نقول لكم مصانع تصبير الزيتون تعمل على استيعاب الإنتاج والحفاظ على الأسعار وتحقيق مستوى اقتصادي للمزارعين وهو ما تجهله ربما سلطات محلية بولاية معسكر